يحتفل الشركاء المعنيون باستئصال شلل الأطفال في جميع أنحاء العالم غداً باليوم العالمي لشلل الأطفال هذا الحدث يتيح فرصة تاريخية لاستكمال استئصال شلل الأطفال في البلدان الباقية التي يتوطن فيها المرض شلل الأطفال مرض فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي وهو كفيل بإحداث شلل التام في غضون ساعات من الزمن يدخل الفيروس جسم الإنسان عبر الفم ويتكاثر في الأمعاء تتمثل أعراض المرض الأولية في الحمى والتعب والصداع والتقيؤ وتصلب الرقبة والشعور بألم في الأطراف تؤدي حالة واحدة من أصل 200 حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال يصيب السقين عادة يلاقي ما يتراوح بين 5 إلى 10% من المصابين بالشلل حتفهم بسبب توقف عضلاتهم التنفسية عن أداء وظائفها ووسط الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على شلل الأطفال يبرز دور الإمارات كدور ريادي في هذا المجال ففي شهر يونيو حزيران الماضي ساهم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ألنهيان بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي لدعم النشاطات الهادفة لاستئصال مرض شلل الأطفال تأتي هذه المساهمة ضمن مساهمات عدة قدمها الشيخ محمد بن زايد لهذا الغرض كان آخر هذه المبادرات في عام 2013 بمبلغ 120 مليون دولار لاستئصال مرض شلل الأطفال بحلول عام 2018 مع التركيز بشكل خاص على باكستان وأفغانستان وبعد مساهمة أولية في عام 2011 قدمها سموه ومؤسسة بيل أند ميليندا جيتس بقيمة إجمالية بلغت 100 مليون دولار مناصفة بين الطرفين لشراء وإيصال اللقاحات الحيوية للأطفال في أفغانستان وباكستان